زينب بخصوص نتائج المحققة الآن بخصوص الفئات أو المنتخبات النسوية في المغرب كان المنتخب النسوي لأقل من 20 سنة أهل الموديل لكولومبيا المنتخب لأقل من 17 سنة مقبل إن شاء الله للتأهول وعنده خمس أو كان خمس نسخ لغة نضم هنا في المملكة دي الكأس في أقل العالم لأقل 17 سنة واش بهذا النتائج المحققة نقدروا أن نواكبوا ونتقربوا للمدارس الإسكندنافية والأمريكية وفي كرة القدم النسوية اللي مسيطرة في العالم وحتى في إسبانيا اللي حققت مؤخرا كأس العالم لكرة السيدات على شلاله عندنا أكاديميات مجهزين على أعلى مستوى هذا القضية دي التأهل دينا وهذا القضية دي التنظيم كأس العالم هنا وفي الكثير من التظاهرات الرياضية لا يمكن أن نعاكس إيجابا على المتخل أول وكذلك البلاد بصفة عامة ما هو البروجيات الانفخاص تركتورة يداره ما هو من حاجات يداره بشيء يسهلوا اللوجيستيك يسهلوا بزاف دي الحوايج اللي عندهم علاقة بكأس العالم وهذا الشيء سيسهل في صدير المملكة من ناحية الأكاديميات دينا كنت مننا إن شاء الله مستقبلا يعني نحن يمشي قدامين في هذا الشيء هذا الشيء هذا ما نقول لك هذا العشر سنين الأخيرة عادت الخدمة بشكل كبير لأن أنا باش كونت باقي كالعب كرة في 2009 عاد بدأت أول بطولة بطولة في المغرب دي الكرة القادمة نسوية لكن بدأت الجنية الثمار نعم في 2020 بدأت بطولة برو اللي فيها الأجور وفيها هذا العقود احترافية دي اللي عايبات وذلك شيء يعني كان تطور ولكن مقارنة مع هذا الفرق اللي ذكرتين تينا ديال هذه الأكاديميات ديال المنتخبات الآخرين هذوك بدأوا خدمة قديمة نحن بدينا الحمد لله كان جنو تيمار في تكوينو هذا بدينا كان جنو كنشوفوا لاعبات ونكره ناشي مستقبلة نشوفوا منتخب الوطني لا بين الأساسية ديالو تكون كونا من اللاعبات تكونوا هنا عنا في البلاد إن شاء الله ذلك شلي كتمنى ونعنى المنتخب المغرب يقارع مدارس الكروية الأولى خصوص كرات القدم السيدات شكرا